بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس سيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة وقال وزير الداخلية في برقيته إن القوات المسلحة سجلت مع الشعب المصري أسمى معاني الوطنية والوفاء حين التف الشعب حول جيشه وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حن في جبالي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو التي جسدت معاني العزة والكرامة على أيدي أبناء الوطن وتقدم وزير الداخلية بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة وهنأ وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة ثورة يوليو المجيدة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وأن يجعل رجال قواته المسلحة في رباط إلى يوم الدين وتقدم وزير الداخلية ببرقية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة